يا إلهي قام بحرق الكرآن الكريم لأكثر من 23 مرة وآخر مرة رفع راية إسرائيل فأتاه الله بعذاب أليم للسويديين بالكامل طوفان يجرف كل شيء أمامه بدون رحمة في السويد سبحان الله العزيز الجبار نقول اليوم ونقول لكل العالم نقول أولا للسويديين وأوجه رسالتي لكل العرب ولكل العالم أن القرآن الكريم هي مسؤولية المسلمين جميعا أن ندافع عن القرآن الكريم لو واحد بالمئة كل شخص يدافع عن القرآن الكريم ما كنا اليوم وصلنا لهذه المواصيل نقول اليوم للإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ والحيوانات لم تسلم من هذا القصف المجنون يعني العدوان الإسرائيلي حسبنا الله ونعم الوكيل نقول اليوم لكل العالم سوف نحمي الكرآن الكريم وسوف نحمي أيضا المسجد الأقصى بقلوبنا ودمنا وبأولادنا إن شاء الله وبأرواحنا إن شاء الله وبأغلى ما نمتلك إن شاء الله ونقول هذه مسؤولية المسلمين جميعا أتمنى أن نتابع هذا الطوفان الذي حدث اليوم تعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في العرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون أعذروني أقتل موسى وليدعوا رباه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوحي وعادي وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب اشتركوا في القناة